السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم نحمد الله تعالى أيها الأخوة والأخوات نيسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا وأسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعاً قوموا مغفوراً لكم وهنيئاً لمن ينطبق عليه هذا الحديث أن يحضر في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله ويتدارس القرآن بينه وبين إخوانه فلا شك أن في هذا من الفضل والأجر العظيم الشيء الكثير كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى جعل معه من الحجج والمعجزات ما يثبت للناس أنه نبي فإذا جاء للناس وقال أنا نبي قالوا له أعطنا معجزة تثبت بأنك نبي ولس رجلاً فقط يدعي النبوة ولذلك قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أرسلناهم بالبينات يعني أرسلناهم بالمعجزات والآيات الظاهرات التي تثبت للناس أنهم أنبياء وكل نبي من هؤلاء الأنبياء جعل الله تعالى له نوع المعجزات متوافقة مع المشهور من أحوال قومه فمثلاً موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه فكان عموسى عليه السلام يلقي العصى فإذا هي حية تسعى يخرج يده يدخل يده في جيبه ويخرجها وإذا هي بيضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر وعلم السحر أنفسهم أن هذا ليس سحراً أن هذا حتى السحر لا يستطيعون أن يفعلوه عندها ألقي السحرة سجد ولو جاءهم موسى مثلاً بمثل ما جاء به غيره من الأنبياء من المعجزات ربما لم يفهم قومه ذلك فلم يؤمنوا به عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من المعجزات الظاهرات ما يشبه ما يفعله قومه فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة الأكمة هو الذي ورد وهو أعمى يُمِرُّ يديه على عينه فيبصر ويُشفي الأبرص الذي عنده المرض في جلده بل يُحيي الموتى بإذن الله فبهر بذلك كل طبيب وحيّر كل لبيب أما نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فهو لم يُبعث إلى قوم مُحدَّدين يهتمون بنوعٍ من الأنواع في العلم فلم يُبعث إلى قوم مُحدَّدين يهتمون بخوارق العادات والسحر أو يهتمون بالطب أو يهتمون بالبلاغة مثلاً وإنما بُعِث إلى الناس عامة يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً إنا أرسلناك للناس كافةً للناس بشيراً ونذيراً فجعل الله تعالى رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الناس ولذلك نُوَّع الله تعالى له معجزاته فجعل له معجزات تتعلق بالطب معجزات تتعلق بالفلك ينشق القمر معجزات تتعلق بالإخبار ببعض المغيَّبات أخبار بمغيَّبات تقع في آخر الزمان ومغيَّبات حدثت في مكة وحدثهم بها في المدينة أخبار صلى الله عليه وسلم بأنواع من المعجزات الظاهرات البينات لكن أعظم معجزة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبقيتها في أيام الساعة هو هذا القرآن العظيم وقالوا لولا أنزل علي قل إنما الآيات عند الله ثم قال في الآية التي بعدها أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ وقد انكسرت ساقه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها بيده فبرئ وقام لكن ما رأينا ذلك كما قرأه أبو بكر من سورة البقرة إلى الناس نقرأه نحن اليوم بنفسه لم يتغير فيه شيء ولم يبدل تكفل الله تعالى بحفظه ذكروا أن أحد الخلفة كان عنده وزير يهودي وكان دائما يدعوه إلى الإسلام ويأبى فيوم من الأيام جاءه هذا الوزير وقد دخل في الإسلام فسأله قال عجباً ما الذي أدخلك في الإسلام فقال له إني نظرت في الأديان وأنا رجل جيد الخط فجئت إلى التوراة فنسخت منها نسخاً وغيرت فيها وبدلت غير في أواخر الآيات غير في مواضع معينة وبدل ثم جئت وبعتها عند بيعة يعني معبد لليهود قال فاشتروها مني بأغلى الأثمان قال ثم جئت إلى الإنجيل وغيرت فيه وبدلت غير مواضع السور مواضع الآيات عبث فيه ثم جئت وبعته عند كنيسة فاشتروه مني بأغلى الأثمان ثم جئت إلى القرآن فأخذت منه أجزاء غيرت فيها وبدلت أخذها السورة وحطها هنا وأخذها الآيات من سورة الأحزاب ووضعها في سورة ياسين اللي من سورة ياسين ووضعها في سورة عبسة هكذا غير وبدل ثم جئت وأعرضت النسخ عند مسجد أبيع قال فخرج إلي سرعان الناس سرعان الناس هم الذين يخرجون أول ما يسلم الإمام يعني ما خرج إليه اللي طلبت العلم والعلماء اللي جالسين يتسننون ويقول للأذكار خرج إليه العامة يقول فاجتمعوا وجعلوا يتصفحون ما أبيع وأعجب بالخط قال فلما تأملوا نظر بعضهم إلى بعض وقالوا محرف محرف قال فضربوني فلم ينقذني منهم إلا شهادة الليلة الله محمد رسول الله قلت والله أني مسلم وتركوني فأيقنت أن هذا القرآن أنه محفوظ بحفظ الله تعالى له ولذلك لو جئت اليوم عند النصارى تسأل مثلاً كم إنجيل عندكم فيقول عندنا الأربعة أناجيل مرقس ويحنى وبرنابا فتقول لطيب أيها الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى أيها الإنجيل الذي كان عيسى عليه السلام يقرأه على أصحابه يقول لك ما أدري ما أدري أي هذه الأنجيل الأربعة هو الذي أنزل على عيسى وبين هذه الأنجيل الأربعة فروقات وهذه الأنجيل الأربعة أختيرت من بين سبعين إنجيلاً أصلاً كان النصارى أجمعوا على سبعين إنجيل أنهي اللي فيها الصواب ثم انتخبوا منها أربع التي تطبع إلى اليوم ولذلك هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى ووعد الله تعالى بحفظه وأمر الله تعالى له بآداب أنزله الله جل وعلا على أمة كانت هذه الأمة هي أبلغ الناس وأشعر الناس وأخطب الناس ولم يكن أحد على وجه الكرة الأرضية عند نزول القرآن يهتم بالبلاغة والنقد للأدبة والشعر كما تهتم قريش ومن كان عندهم في مكة كانوا يقيمون الأسواق سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز يقيمونها فقط لا لبيع الأردية ولا لبيع الطعام والشراب وإنما لتناشد الأشعار وإذا قام الشاعر ينشد قصيدة وقف أمامه الشعر وبدأوا يدققون على كل لفظة يتكلم بها قام حسان بن ثابت مرة في سوق من أسواقهم مهرجان للشعر وأراد أن ينشد قصيدة في مدح قومه قصيدة مئة بيت فأول بيت منها قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى وأراد يكمل فقامت إليه الخنساء قالت قف قال ما أكملت بقي تسعة وتسعون بيتا قالت قف عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء أضعفت افتخارك جعلت افتخارك ضعيفا لو تغير هالأخطاء يكون افتخارك أقوى قال ما هي قالت أنت قلت لنا الجفنات الجفنة طبعا هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام تقول قلت لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى الجفنات جمع يدل على القلة خمس جفنات وسبع جفنات وتسع لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون عشر جفان ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض أن تفتخر انقدوركم بيض معناه أنها جديدة عمركم ما طبخت فيها للضيوف المفروض تقول لنا الجفنات الحمر انقدورنا انقلبت حمر من كثر ما يذبح فيها من ذباح ولا ينكسر البيت لنا الجفان الحمر ما ينكسر ليش ما قلت الحمر تفتخر أنها بيض ونظيفة ثم إنك تقول يلمعن في الضحى يلمعن اللمعان ضوء يظهر ويغيب لماذا لم تقل يشرقنا حتى يكون إشراق ثم يبدأ يكبر يكبر حتى يتعالى النهار ثم إنك تقول يلمعن في الضحى أحد يفتخر بوقت الضحى الناس يفتخرون عند غياب الشمس لما المسافرون يبحثون عن مكان يؤون إليه وهم يمشون في الصحراء فيشعل الكريم ناره ويضع قدره ويدعوهم إلى الطعام أن تفتخر في الضحى الضحى الناس يستغلونه للمشي والمسير والخروج إلى رعي الغنم والزراعة ما حد يفتخر في الضحى لماذا لم تقل يشرقنا في الغسق؟ الغسق هو مع غياب الشمس ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى هذا كلها خطأ المفروض أنك قلت وسيوفنا حتى تكون عشرة سيوف أما أسياف فيطلق على خمسة أسياف وسبعة وثمانية إلى التسعة ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى يقطرن معناها أن الدم اللي في السيوف قليل فهو يقطر قطرة قطرة لماذا لم تقل وسيوفنا يجرينا معناها أننا عند القتال تمتلئ سيوفنا دمى من أعدائنا حتى يصبح السيف يجري منه الدم ما هو يقطر ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى لماذا لم تقل دمى دم مفرد ودمى جمع لماذا لم تقل يجرينا من نجدة دمى والبيت ما ينكسر فسكت حسان وجلس ولم يكمل قصيدته هؤلاء القوم الذين قامت فيهم الخنساء تعترض على أبيات مثل الخنساء يوجد آلاف وأنزل الله تعالى القرآن على هؤلاء الذين ما يكاد يتكلم أحد منهم بلفظة إلا دقق عليه الناس أنزله الله تعالى وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أنتم تزعمون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأ القرآن من عنده طيب أنت يا شاعر وأنت يا شاعره وأنت يا بليغ وأنت يا خطيب أعطونا مثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فما استطاعوا أن يأتوا بمثله فخفف الله تعالى التحدي وقال سبحانه أم يقولون افتره قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أعطونا عشر سور لا نريد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف نريد عشر سور مثل إن أعطيناك الكوثر أعطونا فحاولت قريش ولم يستطيعوا فأنزل الله تعالى عليهم أعظم تحدي هذا التحدي موجود إلى يومنا هذا وقال الله تعالى لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كتب صادقين ولم يستطيعوا أن يأتوا ولو بمثل إنا أعطيناك الكوثر بل أصبح كل من حاول أن يأتي بمثل القرآن أصبح كلامه نوعا من الطرفة يضحك به الناس في المجالس أقبل مرة عمرو بن العاص إلى مسيلمة الكذاب ومسيلمة من أشهر من عُرف عنه أنه زعم أنه أنزل عليه القرآن وكان مسيلمة بالمناسبة لا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل لكن مسيلمة كان عنده رأي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي على الحجاز وأن مسيلمة نبي على نجد ولذلك مسيلمة كتب مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا قال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله إن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك رصفين فإن قريشا قوم بهت فلما وصل الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرئ عليه قال اقلبوا كتابه واكتبوا يعني هذا ما يستحق ورقة جديدة ورقتها التي جاءت منه هذه المليئة بالرجس والنجس من كلامه الذي يدعي فيه الفجور والكفر قال اقلبوها واكتبوا عليها قالوا ما نكتب يا رسول الله قال اكتبوا من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين مسيلمة هذا قبل أن يسلم عمر بن العاص ذهب إلى مسيلمة وكان عمر صاحب علاقات عمر له علاقة بالنجاشي وله علاقة يعني عمر كان داهيا من دهات العرب وكان يقيم علاقات مع هؤلاء الكبار فذهب إلى مسيلمة فقال له مسيلمة أنت جئت من مكة قال نعم قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز يظن أن أنا نبي وأنا نبي ما آخر ما أنزل عليه وكانت قريش مع شركهم بعضهم يحفظوا بعض ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لسهولة حفظه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولأنه بليغ في عبارته فيحفظون بعضه فقال له عمر أنزل عليه سورة قال ما هي قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقال له مسيلمة أما علمت أنه أنزل علي مثلها قال وما أنزل عليك وكان مسيلمة يصنع الكلام يعني يقول والعاجنات عجنة والزارعات زرعة والحاصدات حصدة هكذا يبدأ والخابزات خبزة يركب هكذا يتشبه بالقرآن فقال أنزل علي قال ما أنزل عليك قال أنزل علي إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح وأخذ يعطيه منها الكلام فقال له عمر بن العاص وعمر ذكي عمر داهية قال له عمر يا مسيلمة قال نعم قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذب ما قال لها أنت كذب لا تجاوزها المرحلة يقول ما يحتاج أقول لك أنك كذب أنت تدري أني ما صدقتك والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذب ولا يزال هذا التحدي فأتوا بسورة من مثله لا يزال إلى اليوم قائما وليستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثل ما أنزل الله تعالى ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين ذكروا أن رجلا ذهبت زوجته إلى المركز الإسلامي وسألت عن الإسلام فأعطوها المصحف المترجم فأخذ وقالوا لها هذا المصحف ينبغي أن تحترميه وأن تعرفي له قدره فجاءت من مصحف إلى البيت فقال لها ما هذا الكتاب الذي معك قالت هذا كتاب أرجوك لا تلمسه هذا كتاب خاص لي لا تلمسه ولا تقترب منه ووضعت الكتاب في مكان فلما خرجت في حاجة من حاجاتها أكبر وأخذ الكتاب فلما فتحه وإذا أول الآيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني هذا القرآن لا خطأ فيه ولا شك ولا تغيير ولا تبديل فاستغرب قال جرت العادة أن الذي يؤلف كتابا أنه يقول في أول الكتاب وليعذرني القارئ إن وجد فيه خطأا أو وجد فيه سهوا دائما المؤلفون يكتبون هذا في أول الكتاب يقول يعني إن وجدت خطأا أو سهوا أو كذا فاسمح لي أيها القارئ يقول وهذا الكتاب من أول صفحة يقول أتحداك أن تجد أي خطأ في كتابي وهو لم يدرك إن هذا القرآن فجعل يقرأ يحاول أن يجد خطأا مع أنه يقرأ المترجم فلم يصل إلى النصف إلا وقد دخل الإيمان إلى قلبه ولذلك كثيرون اليوم كما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون القرآن فيدخلون في الإسلام كذلك إلى اليوم أقوام يسمعون القرآن فيدخلون في الإسلام وقال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك طلب حمايتك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سمعه القرآن ثم انظر كيف التأثير للقرآن فيه ثم أبلغه مأمنة إذا سمعته القرآن أبلغه مأمنة وصله إلى مكانه وهو آمن هجاء قال يا محمد أعطني الأمان استجارك فأجره ثم سمعه القرآن ثم قل يا الله تفضل إلى بيتك آمنا لأجل أن يجد بعد ذلك أثر القرآن وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بالقرآن والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن أول ما يفعلون من قراءته دعوة الناس والتأثير فيهم أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصار يدعو الناس إلى الإسلام أسلم معه في آم وصار عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان يحاول أن يحمي فيه أصحابه لأن قريشا كانت تعذب بلالا وخبابا وسمية تفعل الأفاعيل واللي ما تستطيع تعذبه كانت تصنع بتجارة ما تصنع فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صار يبحث عن مكان آمن يرسل إليه أصحابه فقال لأصحابه إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد هاجروا إلى الحبشة هاجر إلى الحبشة ثمانية وسبعون ما بين رجل وامرأة وصلوا إلى الحبشة فقريش ما تركتهم أرسلت مباشرة عمر بن العاص بحكم أن له علاقة بالنجاشي أرسلت عمر بن العاص وعبد الله بن أمية إلى الحبشة قالت ردوهم وصل عمر بن العاص إلى الحبشة مع عبد الله بن أمية وجاءوا معهم جلود من مكة ومعهم هدايا وعطوها النجاشي ثم قالوا له إنه قد ظهر قبلنا رجل أتى بدين لم نعرفه ولم يعرفه آباؤنا واتبعه عليه أقوام خالفوا ديننا ثم هاجروا إلى بلدك فليسوهم على دينك وليسوهم على ديننا كأنهم يقولون يعني لو كانوا على دينك سكتنا لكنهم ليسوا على دينك ولا على ديننا فلماذا يهاجرون إليك فردهم إلينا فنحن أعرف كيف نتعامل معهم وكان النجاشي رجلا عادلا قال لا أردهم عليكم حتى أسمع منهم ثم أرسل إلى الصحابة أن تعالوا إلي فعلم الصحابة أن عمر بن العاص وعبد الله بن أمية جاءوا من قريش فخافوا أن يرجعهم النجاشي فإذا أعادهم النجاشي نكلت بهم قريش خلاص عرفوا إن ما لكم مخرج إلا مكة فوصلوا ووكلوا جعفر ابن أبي طالب قالوا يا جعفر أنت اللي ابن عبد المطلب قالوا أنت لتكلم يا جعفر فأقبل جعفر فسأله النجاشي قال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم إيش هذا الدين وكان النجاشي يكلم عبر ترجمان ما يتكلم عربي يكلم باللغة الحبشية الأثيوبية فجعل قال له جعفر إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةَ يَأْكُلُ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيف ويَقْتُلُ أَحَدُنا وَلَدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ خَافَةَ الجوع يذبح وَلَدَهِ يَقُلْ يعني لست مسؤولاً عن إطعامك ويأيد بنته فبعث الله إلينا نبياً نعرف نسبه وعقله وصدقه وجعل يصف النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة والصوم وعبادة الله فقال له النجاشي هل جاء معه بشيء؟ قال نعم جاءنا بكتاب من الله قال هل معك من هذا الكتاب شيء؟ قال نعم قال سأسمعني طبعاً كل هذا عبر المترجم كل هذا عبر المترجم فبدأ جعفر يقرأ وقرأ عليه أوائل سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا وجعل يتلو الآيات يقول جعفر وأنا أقرأ والمسلمون وراءه خائفون الآن سيقرر مصيرهم تبقاهم في الحبشة في أمنكم وطمأنينتكم بعدما ضربتم هالمشوار الطويل عبر البحر أو نجمعكم الآن في سفينة ونرسلكم المكة الآن القرار يقول جعفر فجعلت أقرأ وأرفع بصري إلى النجاشي إلى الآن مترجم ما ترجم إلى الآن نجاشي ما يفهم هذا الكلام عربي ما يفهمه لكن يسمع القرآن يقول يقول فوالله إني لأنظر إليه وإن عينيه لتذرفان يبكي وينكت بعصى معه على الأرض يضرب على الأرض وهو يسمع يقول فلما انتهيت التفت النجاشي إلى الترجمان وقل له قال له قل له والله إن الذي قرأته والذي جاء به موسى لا يخرجان من مشكات واحدة يقول والله أن التوراة اللي جاء بها موسى واللي أنا سمعت منك الآن مصدرها واحد إن الذي قرأته والذي جاء به موسى لا يخرجان من مشكات واحدة اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي سيوم يعني أحرار ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك قوله جل وعلا عن أهل الكتاب قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإنك لتعجب والله من قراءة القرآن سواء على العربي الذي يفهم القرآن أو حتى على الأعجمي الذي لا يدري ما تقرأ والله وأنا أقول عن تجربة والله يا إخواني إنك إذا تلوت عليه القرآن أو سمعته القرآن وانظر إلى وجهه واسأله عن قلبه أكثرهم ولا أريد أن أجزم بالكل لكن أكثرهم فعلا يجزم لك بأن هذا الكلام الذي سمع بهذا الصوت أنه أثر في قلبه ذهبت قبل فترة بسيطة إلى إحدى الدول العربية ونسقت لي زيارة إلى دار للمسنين فجئت وإذا هم قد وضعوا كل اثنين من كبار السن في غرفة فدخلت وسلمت عليهم فقال لي أحد الجالسين في غرفة من الغرف قال يا شيخ ترى هذا مسيحي فنظرت وإذا الرجل ما هو يعني ما هو شايب كبير جدا يحتاج إلى خدمة وكذا فيحتاج أن يبقى في دار المسنين فقلت لك إفحالك إيش اسمك قال أنا فلان وين أهلك وين كذا قال والله أنا زوجتي تركتني وهاجرت بر البلد إلى كذا إلى أمريكا أو كندا أو بريطانيا وتركتني وحدي قل طيب ليش ما تتزوج تركتك وعمرك كم قال لما كان عمري خمسة واربعين طيب ليش ما تتزوجت طيب غيرها ذهبت بأولادها خلاص وانقطع الاتصال نعم ليش ما تتزوجت قال لا حرام إحنا المسيحيين عندنا الزواج مرة واحدة بس حرام الواحد يتزوج مرتين حتى لو تركتني زوجتي خلاص هي محاولة واحدة في تاريخ كله قل طيب تركك من هذا ليش ما تدخل في الإسلام قال لا خلاص أنا ما أريد الإسلام وعمره يمكن قريب من السبعين كان هو تركته زوجته وعمره خمسة واربعين قل طيب اسمع شيئا من القرآن وقرأت عليه الآيات من أول سورة مريم تأثر الرجل طبعا هو يسمع قرآن أكيد تأثر وجلس ساكنا ثم عرضت عليه الإسلام فرأيت والله أن نتقبله بعدما سمع القرآن وانشراح صدره أعظم مما كان لما كان النقاش قبل أن يسمع القرآن ودخل في الإسلام والله الحمد فأنا أقصد أن استماع القرآن كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع سمعه القرآن حتى يسمع كلام الله عندك الواتس أبح الذي لشخص غير مسلم أبعث إليه آيات مؤثرة بأصوات قراء مؤثرين حتى لو لم تكلمه عن الإسلام وإن تيسر أن تكون هذه الآيات مقاطع يعني مترجمة لقارئ يقرأ وهي مترجمة بحيث أنه يستمع وينظر فإن هذا يكون أعظم تأثيرا وليوتيوب اليوم مليء بمقاطع لأشخاص يسمعون القرآن ويتأثرون طلبهم ابتعثون صوروا زملاء لهم أشخاص يدخلوا أحدهم إلى محل مسلم ويسمع قرآن ويهدأ ويبدأ ينصت ويقول أنا أشعر براحة في قلبي كل هذا لعظم تأثير القرآن ولذلك قال الله تعالى عن القرآن قال وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا هذا القرآن حتى الجن تأثَّرت به خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فقام عليه الصلاة والسلام وانزوى معهم عنهم في مكان وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحواله فقال الله تعالى وَإِذْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ مَرَّ الْصَحْرَةِ في الليل مَرُوا فَسَمِعُوا الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَا وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ يعني ليسوا فقط مؤمنين لا تحولوا من مرحلة الإيمان إلى الدعوة منذرين قالوا يا قومنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ الآيات حتى الجن يتأثرون بهذا القرآن عدد من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام دخلوا فقط بمجرد سماعهم للقرآن فقط بمجرد سماع القرآن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه ويمكن صلى الله عليه وسلم ما شاء في المدينة فوقعت معركة بدر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش فأسر من قريش كما تعلمون قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون فلما أسر هؤلاء السبعون صارت قريش ترسل من عندها من يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعه أن يطلق الأسرة كان بعض قريش يذهب ويأخذ أسيره يتفاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي فدية ويأخذ أسيره جبير بن مطعم كان من قريش على الكفر فذهب خفية من قريش حتى وصل إلى المدينة وجاء إلى المسجد وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقول جبير فسمعته يقرأ والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يقول فجعلت واستمع إليه في سكون الليل يقول فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني إذا أنتم تقولون ما في إله إذا من خلقكم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يقول فلما قرأها كاد قلبي أن يطير فدخل في الإسلام هذا القرآن في نظمة وترتيب آياته وسوره ونهاية الآيات فيه إعجاز عظيم لا يدركه إلا من تدبر ذكروا أن الأصمعي جلس مرة يقرأ وعنده رجل أعرابي وكان هذا الأعرابي لا يحفظ القرآن لكن يستمع لكنه أعرابي أذنه سليمة في معرفة اللغة العربية هو البلاغة يعني بعض الناس اليوم لو تقول مثلاً ذهب أحمد إلى السوق يقول لك والله يا أخي أحسنها خطأ يقول طيب يلا إيش أعراب أحمد يقول لك ما أدري إيش أعرابها لكن أذني ما قبلت أن أحمد تكون عليها فتحة ما قبلت هكذا لأن أذنه سليمة إذا سمعت خطأاً في اللغة العربية لم تقبله حتى تقول لذهاب أحمد يقول لك نعم الآن أذني قبلت هذا الأعرابي ما يحفظ القرآن لكن معرفته بالبلاغة والجمل التامة وترتيب آخر الجملة على أولها والتناسق بينها هذا يدركه فجلس الأصمعي يقرأ قال له الأعرابي اقرأ علي شيء من القرآن فجلس الأصمعي يقرأ والأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي من سادة العرب في اللغة فقرأ عليه الأصمعي قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاً من الله الآية فيها وعيد وقوة ثم الأصمعي قال في آخرها والله غفور رحيم فقال له الأعرابي لا قف قف هذا قرآن قال نعم قال والله هذا ليس قرآن قال أنت أحفظ القرآن قال لا قال كيف عرفت أنه ليس قرآن قال لا أحفظ لكن والله هذا ليس قرآن أعد فعادها الأصمعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاً من الله نكالاً يعني عقوبة وعبره لغيرهم والله غفور رحيم قال والله هذا ليس قرآن قال لا أسمعي بلى قرآن قال هذا ما هو قرآن افتح المصحف قال لا أسمعي يقرأ من حفظه ففتح المصحف وإذا الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسب نكالاً من الله والله عزيز حكيم فقال الأعرابي نعم هذا قرآن عز فحكم عز يعني صار له الملك والعظمة فحكم بالحكم الذي يريده دون أن يخاف من أحد أما لو كان سيغفر ويرحم لن يهددهم لكن ما دام الآية فيها تهديد معناه آخرها في عزه وقوة تختم به قال عز فحكم ولذلك هؤلاء العرب الذي أنزل عليهم هذا القرآن كانوا يدركون فعلا ما فيه من معاني عمر رضي الله تعالى عنه أسلم أيضا بسبب القرآن إلى اليوم لا يزال الناس يكتشفون ما في هذا القرآن من معاني وإعجاز وعدد اليوم من من يتكلمون في علم الأجنة وتكوين الجنين في الرحم وما يتعلق بالجبال لما قال الله تعالى عن الجبال أنه جعلها سبحانه وتعالى رواسية وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم يعني الأرض كانت كما جاء في الحديث أول ما خلق الله الأرض اضطربت فجعل الله تعالى فيها الجبال فأرستها واليوم ذكر أهل الجيولوجيا بأن خمسة وسبعين في المئة من الجبل هو جذر له في الأرض وأن اللي يطلع فوق الأرض فقط ربع الجبل هو خمسة وعشرين في المئة كما أن الجبال رواسي للأرض كذلك جعل الله تعالى الرواسي الأوتاد كما قال سبحانه وتعالى والجبال أوتادة جعل أوتاد الخيمة تمسكها حتى لا تعبث بها الريح جعل الجبال أوتادا للأرض ولذلك قال الله تعالى جعلنا الأرض مهادة والجبال أوتادة ولما ذكر الله تعالى الناصية قال سبحانه وتعالى لما أقبل أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ثم أراد أن يؤذيه فقال الله جل وعلا في آخر سورة اقرأ قال ناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية يحدثني الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من أوائل من اهتم منذ القديم بعلم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وله في ذلك مؤلف قديم يعني ربما ألفه من أكثر من ثلاثين سنة يقول كنت مرة في مؤتمر فتكلمت على قول الله تعالى كلا لإن لم ينتهي يعني إذا أبو جهل ما وقف عن أذاك لنسفعا بالناصية الناصية مقدمة الرأس فوق الجبهة ناصية كاذبة خاطئة ما قال ناصية كاذب خاطئ نفس الناصية كاذبة وخاطئة يقول فقلت لهم إن المفسرين قالوا ناصية كاذب خاطئ قالوا لا ما نقبل كذا اقرأها مثل ما هي في القرآن الناصية هي التي وصبت أنها كاذبة خاطئة يقول فجعلت أبحث وإذا أحاديث تتكلم عن الناصية وآيات يقول الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني يتحكم فيها بالناصية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك إذن الناصية فيها فيها سر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ثم اكتشف العلماء بعد ذلك أن المركز في الدماغ الذي يتحكم بقرارات وتصرفات الإنسان هو في الناصية هنا في الجزء المقدم من الدماغ الذي يتخذ قراراته ولذلك كل الآيات والأحاديث تتكلم أن التحكم كأنك تقول يا ربي اجعل الذي يتحكم فيه للناصية أصلحها ناصيتي بيدك الخيل معقود في نواصيها الخير فهي التي توجه إلى الخير في القتال بين المسلمين وعدائهم كذلك لما قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ثم قال كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء نعم اليوم لو تذهب بشخص عنده ضغط لو تذهب إلى بعض الجبال سواء في المملكة أو في غيرها اذهب مثلا إلى بعض جبال الجنوب في النماص ولا في غيرها جبال مرتفعة ما يقدر يتحمل ويشعر ربما ربما إذا كان عنده ربه عنده كذا يشعر بكتمه صداعه لأن الأكسجين كلما ارتفع إذا وصل إلى مرحلة معينة يصل الأكسجين فقط إلى 21% إذا ارتفع أكثر فأكثر ينتهي الأكسجين يقولون يموت الإنسان خلال ثلاث دقائق وعشرين ثانية إذا ارتفع إلى ثمانية آلاف متر إذا ارتفع ثمانية كيلو لو ارتفع فرضا يعني ثمانية كيلو يقولون يموت خلال ثلاث دقائق وكلما ارتفع أكثر يقل الأكسجين فلذلك تجد أنه وهو يرتفع يبدأ يحس بحرج وكتمه ما في تنفس كما قال الله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا يعني ضيقا الحرج هو الضيق يجعل صدره ضيقا حرجا ثم ضرب مثالا قال كأنما يصعد في السماء لو كان القرآن من عند نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أن الأكسجين كلما ارتفعت من الأرض إلى السماء أنه يقل من يخبره بذلك هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى وأمر بتدبره يقول عثمان رضي الله تعالى عنه لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوته وأمر بإكرام أهله يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ولذلك من السنة إذا رأيت حافظا للقرآن أن تجله يعني مثلا عندك ولد يدرس في التحفيظ أو مثلا مرت على طلاب التحفيظ وهم في حلقتهم أو أخبرك أحد قال هذا والله من حافظة القرآن أو يحفظ نصف القرآن إجلال هذا الشخص والثناء عليه ومدحه هذا قربه إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل حافظة القرآن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سورة البينة قال أبي يا رسول الله وسماني الله لك يعني هل الله قال لك أقرأ على واحد من أصحابك وأنت اخترتني أم أن الله في عظمته وجلاله وجبروته وعلوه في سماواته على عرشه ذكر اسمي وسماني الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانفجر أبي باكيا ما هي الميزة التي عند أبي هل كان في وزارته وخلافته ويعانته للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر وعمر هل كان في القتال في النفقة في المال مثل عثمان هل كان في القتال والمصارة للنبي عليه الصلاة والسلام مثل علي هل كان في الحديث مثل أبي هريرة ما هو أبي ما هي الميزة التي عند أبي هي حفظ القرآن والعناية به ولم يذكر أن الله تعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ سورة كذا على فلان إلا على أبي قال وسمان الله لك قال نعم فانفجر باكيا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أيضا أن يسمع القرآن قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود قال يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فبدأت وأقرأه من سورة النساء حتى وصلت قول الله تعالى فكيف فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كل أمة من الأمم أمة نوح يأتي نوح يشهد أني يا ربي بلغتم أمة شعيب يأتي شعيب يشهد مئة وعشرين ألف نبي كل نبي يأتي يشهد على قوم يا ربي بلغتم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول فقال لي حسبك فرفعت بصري إليه وإذا عيناه تذريفان ولذلك حتى في مجالسنا من السنة أن المجلس إذا هو يمتد ساعة ساعتين ثلاث أن يقال مثلا لشخص اقرأ علينا شيئا من القرآن فيقرأ ولو خمس دقائق عشر دقائق خاصة إذا كان من لهم صوت حسن أو من صغار السن الذين في حلقات التحبيض بلا شك أن هذا المجلس الذي يذكر فيه الله تعالى ويعظم ويترى القرآن هذا من المجالس التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها القرآن يشفع يوم القيامة ويرفع يقال للإنسان يوم القيامة اقرأ ورتل اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حتى لو كان الإنسان ما يعرف يقرأ له أجران الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مثل الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران يعني أجر التلاوة وأجر المشقة وعند الترمذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يعني يأتي القرآن مع صاحبه اللي يقرأه حتى لو ما كان حافظ لكن شخص مرتب لنفسه يومياً يقرأ مثلاً جزء كامل أو نصف جزء وبالمناسبة ترى قراءة جزء كامل تستغرق بالضبط عشرين دقيقة أنا جربتها مراراً يعني لو الواحد حمل القرآن معه في الجوال وصار قبل لا يفتح الواتس أب ويقرأ الرسائل والقروبات والمجموعات ويشوف المقاطع اللي أصحابها رسلوها وربما ينضي عليه نصف ساعة ولا ساعة ويقرأ في هذا الواتس لو جعل لي على نفسه عهداً أني قبل لا أقرأ الواتس أفتح التطبيق الابليكيشن الخاص بالقرآن وعنده تحديد بدء القراءة يعطيك على طول الموضع اللي وصلت له وأقرأ كل يوم جزء إذا ألزمت نفسك النفسك الطفلي إن تهمله شب على حب الرضاع وين تفطمه ينفطمي إذا ألزمت نفسك بالقراءة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر تجد أنك بعد ذلك تتعود يصبح سبحان الله سهولة التلاوة عليك بشكل عجيب بشكل عجيب وهناك من هم أكثر منك شغلا ربما وهم يقرؤون يوميا الجزء والجزئين لكن يسره الله عليه يجيء القرآن يوم القيامة مع صاحبها اللي يقرأه فيقول القرآن يا رب حله قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه قال فيرضى عنه فيما يقال اقرأ وارتقي ورتل كما ولك بكل آية ويزاد بكل آية حسنة أختم هذا المجلس بمسائل وأحكام تتعلق بالقرآن ما حكم وضع القرآن مثلا السنترال مثلا شركة أو مستشفى أو كذا أو فندق إذا اتصل أحد وقال أريد غرفة كذا ولا فلان على ما يحولون عليه يقرأ القرآن إيش الحكم شرعا ما حكم تعليق القرآن كلوحات ما حكم تلاوة الجنوب للقرآن حفظا ليس مست المصحف حفظا ما حكم قراءة المرأة في عذرها الشهري للقرآن هل يجب على الصغار أن يتطهروا قبل مست المصحف ونحو ذلك المساء ما حكم قراءة القرآن وإهداء الثواب إلى الموت سأذكر لكم أيها الإخوة والأخوات خلال هالعشر دقائق قرابة العشرين مسألة مما يسأله الناس عادة ما يتعلق بالقرآن الأولى من الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل والصحابة يكتبونه فتجد عبد الله بن مسعون عنده سورة البقرة كاملة كاتبها تجد مثلا زيد بن ثابت عنده سورة العمران أبو بكر عنده مثلا كذا علي عثمان عمر مفرق فلما وكان الناس يحفظون القرآن كاملا عدد منهم فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت الحروب حروب الردة قيل لأبي بكر ترى قراءة القرآن يموتون في الحروب بحدين من يعني نخشى أن نفقد بعض الآيات فأمر أبو بكر زيد بن ثابت وكان مهتم بالقرآن قال اجمع القرآن صار زيد يأتي عنده عبد الله بن مسعود يقول عاطني القرآن اللي عندك يقول فكنت آخذه من بعضهم صندوق صندوق خشب فيه أكتف لإبل كتف البعير كبير فكانوا يأخذونه يحكونه ويكتبون عليه وبعضهم يعطيني ألواح يعطيني صندوق في عشرين كتف بعير يقول هذه والله سورة هذا جزء مثلا عبس وتولى وعما يتساءلون وكذا وكذا يعطيني صندوق فيه ألواح خشب يقول هذه سورة المائدة وهذا الصندوق هذه سورة كذا فأخذها وجعل رضي الله عنه يرتبها وعرضها عرى الصحابة بعدما جمع القرآن طيب ترتيب السور ترتيب السور يعني البقرة آل عمران النساء المائدة الأعراف من اللي يرتبها بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينزل عليه السورة فيقول ضعوا هذه السورة بعد سورة كذا مثل سورة التوبة ضعوها بعد سورة الأنفال وبعض هذه السور رتبها الصحابة رضي الله عنهم لكن أجمعت الأمة على هذا الترتيب وليجوز أبدا يأتي واحد اليوم ويطبع طبعة جديدة من مصحف ويقول والله مدام الصحابة هم اللي يرتبوا أنا بغير بحط أول سورة مثلا سورة المائدة وبعدين سورة ما يجوز حرام أجمعت الأمة علي يجب اتباعه في كل من يطبع المصاحف هذا بالنسبة لترتيب السور بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها من الصحابة الكرام أما ترتيب الآيات فهذا من الله سبحانه وتعالى ترتيب الآيات في السورة أسماء السور أيضا بعضها من الله وبعضها من النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور هو اللي سماها وبعض السور سماها الصحابة يعني مثلا سورة يوسف كلها تكلم عن يوسف سموها سورة يوسف قصة مريم في سورة مريم سموها سورة مريم هذه بالنسبة لأسماء السور لكن أيضا أجمعوا عليها فما يجوز أحد يأتي اليوم يطلع أسماء من عنده خلاص أجمعوا عليها ولذلك بعض السور لها إسمان سورة مثل التوبة وسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وذكرت صفاتهم ونحو ذلك القرآن هو أفضل ما يقرأ لكن في مواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيها يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ما يجوز الواحد في سجوده يقرأ له الله وحد أو في ركوعه هذه للتسبيح والدعاء ما يجوز أن يقرأ فيها القرآن أيضا لا يجوز أن يدخل بالمصحف إلى الحمام إلا إذا خشي الإنسان أنه يسرق واحد معه مصحف وخشي أن يضع خارج الحمام فيسرق فدخل به وضعه في موضع بعيد عن حتى انتهى من حاجة ثم أخذ فلا بس إذا خشي أن يسرق أما في غير ذلك فلا يجوز أن يدخل إلى هذا المكان اللي عنده مصحف ممزق واحد يقول لنا عندي مصحف قديم وممزق وبعض الآيات بعض الصفحات غير موجودة ماذا أفعل به شيخنا الشيخ بنباز الله يرحمه كان يقول إما أن يأخذ المصحف ويدفن في مكان طاهر طبعا لو حفظته عندك ما في مشكلة لكن لو قال يا أخي عندي مجموعة مصاحف ممزقة ومهترئة ومتآكلة إما أن يحرق ويدفن هذا الرماد في مكان أو المصحف نفسه يدفن في مكان هذه فتوى الشيخ بنباز رحمه الله اللجنة الدائمة سئلت عن الذين يضعون القراءة القرآن في السنترال فيقول لك والله أنا بحولك إلى مكتب فلان هل الثلاث ثواني أو الخمس ثواني اللي تنتظره حتى يرد عليك تكون سبعت لك مثلاً كذا من القرآن هل هذا جائز أم لا فاللجنة الدائمة أفتو بأن هذا لا يجوز وقالوا لأنه يعني فيه نوع امتهان للقرآن فهو قد يقرأ مثلاً ولا تقرب الصلاة بعدها يرد عليك ذلك نعم فصار قطعت المعنى فويل للمصلين بعدها رد عليك نعم قطعت المعنى في الآية فقالوا إن هذا لا ينبغي أن يجعل لو جعل مثلاً يعني أحاديث ولا جعل كذا ما فيه بس أو دعاء أو نحو أما أن يجعل القرآن فلا نسيان القرآن علاجه كثرة المراجعة لكن إذا كان نسيه من غير تفريط فلا بس لكن الذي يتعمد هجر القرآن حتى ينساه هذا هو الذي يأثم الذي على غير طهارة هل يجوز أن يمس المصحف أما إذا كان الإنسان على جنابه فلا يجوز أن يمس المصحف بإجماع العلماء لكن لو كان الإنسان في طائرة وأحدث وده يقرأ قرآن فإما أن يقرأ من الجهاز الجوال أو آيباد أو كذا أو يكون معه المصحف هو تفسير بحيث أنه لما يمسه مس التفسير ما مس المصحف هذا جائز أيضاً لكن إذا بيمس المصحف نفسه فألا إمه الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحيمهم الله على أنه يجب الطهارة لمس المصحف وقال آخرون لا يجب ذلك ولهم على ذلك أدلة ولذلك الأولى أن لا يقرأ القرآن لا يمس المصحف إلا هو على طهارة لكن لو الإنسان ما استطاع وقال يا أخي أنا في الطائرة والحمام عنده زحمة أو أنا في أتوبيس ولا أقدر توضع أنا مساء في الرائح مكة ولا رصاء أتوبيس ما يوقف حشان نتوضع فأنا لا أستطيع أني أسرع ذلك يعني إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس عليه الجنب لا يمس المصحف إجماعاً ولا يقرأ القرآن غيباً اللي عليه جنابة لأن علي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن إلا الجنابة لا يمنع من قراءة القرآن إلا الجنابة لكن لو كان حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيباً الحائض والنفسة يجوز لها أن تقرأ القرآن غيباً وأن تمثل مصحف بقفاز مثلاً أو أن تقرأ من تفسير مثلاً أو أن تقرأه من الأجهزة الجوار ونحو هذا لا يجب فيه الطهارة لو سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن ماسك المصحف تقرأ ومر واحد قال سلام عليكم تقول عليكم السلام وتكمل حتى تجمع بين الفضيلتين قراءة القرآن مس المصحف بالنسبة للصغار يرخص لهم في ذلك طلاب التحفيظ مدرس يدرسهم في المدرسة فلو قال للطلبة ثلاثين طالب في الفصل قال الله حصة قرآن يا عيال كل واحد يروح يتوضى والله أن تنتهي الحصة وهم رجعوا فمشكلة أو مثلاً في التحفيظ أول ما جلسوا قال للطلاب عشرة في الحلقة في المسجد قال من منكم على غير وضوء فرفع ثلاثة أربعة قال روح يتوضوا تجد الباقي بيقولون أو أنا تذكرت أني مش على وضوء يا أستاذ أنا تذكرت فيتفلتون فرخص أهل العلم للصغار رخصوا لهم في أن يعني أن يقرأوا القرآن من غير طهارة لأنهم غير مكلفين شرعاً هدون الخمسة عشر في الغالب يعني لم يجري عليه قلم التكليف وأيضاً فيما شق عليهم وأنهم بحاجة لقراءة القرآن ونحو ذلك قالوا أيضاً يكرهني وقال للقرآن مصيحف لا يصغر القرآن بل يقال مصحف أخذ المال على تلاوة القرآن ما يجوز يقال والله هذا فلان مات تعال نبغالك تقرأ لختمة جزاك الله خير وهذه 150 ريال على قراءتك للختمة وتقرأ له جزء وهذا فلوس هذا لا يجوز هذا طاعة كيف تبيع حسنات يعني هذا لا يجوز وأما من كان يأخذ المال على تعليم القرآن واحد يقول أنا مدرس حلقة أنا هذه وظيفتي فيأخذ أو إمام مسجد أو نحوه لكن الكلام على اللي يقول لك أنا بقرأ ختمة لأبيك المتوفى ولا بقرأ ختمة لك وعطيني كذا من المال هذا ما يجوز إهداء الثواب إلى الموتى واحد يقول أنا والله بقرأ كل واحد ثلاث مرات وأهدي ثوابها إلى أبي المتوفى نقول إن الذي ورد في إهداء الثواب الصدقة الحج العمرة الصوم أما الدعاء أيضا أما أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه فهذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عدد من أهل العلم أبا حوكا شيخ السامة تيمي رحمه الله وغيره لكن لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن تكتفي بما ورد تدعو للميت وتتصدق عنه ونحو ذلك قول صدق الله العظيم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها أحيانا لا بأس واحد قرأ ونتقى صدق الله مرة مرتين ما في بأس لكن أن يجعلها كأنها من القرآن هذا لا يجوز ترجمة القرآن باللغات لا بأس بها وهي جائزة طبعا هل يجوز أنك تهدي مصحف لكافر هل يجوز أما إهداء الترجمة فجائز إهداء الترجمة فجائز طيب ما حكم إهداء المصحف واحد كافر عربي عربي وقال لي يا أخي أنا ودي تعطيني مصحف أقرأ فيه وهو عربي هل يجوز تعطيه المصحف أنت ما أعطيته الترجمة أعطيته المصحف كثير من أهل العلم يمنع من ذلك ويقول إن كان ولابد فأعطيه المصحف المفسر حتى لما يمسه ما يكون مس المصحف وأيضا الشرط الثاني أن تكون واثقا أنه يحترمه ما يأخذ منك هذا ثم يهينه هذا ما يجوز لكن إذا علمت أن الإنسان محترم وأنه جاد يريد أن يتعلم القرآن ويقرأ جاد فأعطيه التفسير حتى أيضا لو ما فهم كلمة يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عحام ما فهمها يقرأ تفسيرها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هرقل ووضع فيها آيات ومسها هرقل وهو كافر بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله وأجرك مرتين فإن توليت فإن عليك أثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ذكر له آية أو آيتين فهذا جائز أنك تعطي غير المسلم الكافر تعطيه شيء فيه قرآن ترجمة ولا تفسير أو نحوه هذا جائز بدلالة ما ورده في البخاري من هذه القصة ما حكم الحلف بالقرآن الحلف بالقرآن واحد يحط يده على المصحف ويقسم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بعض أهل العلم يقول إذا كان المقصود التعظيم يعني أحيانا بعض الناس تقول له مثلا المحكمة يقولون له مثلا احلف أنك رجعت إلى فلان العشرة آلاف اللي يطلبك قال والله رجعتها قال القاضي لا 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 ما يصلح هذا اليمين قل أقسم بالله العظيم قال أقسم بالله العظيم الجامع المانع الحي القيوم القوي العزيز المنتقم الذي ينتقم ممن يشاء مهلك الأكاسرة وقاصم الفراعنة وتجد أنه يبدأ ينتفض يقول لا 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 كذا لا تبغى والله أقولها أما هالحلف هذا اللي روع لا هذا موجود عند القضاة بعضهم يقول لي يقول إذا قلنا أحلف قال والله العظيم أني رجعت أنا يقول لا ما يمشي الحلف اقرح الحلف ويعطونا حلف يخليه ينتفض فلو أنه قصد أن يضع المصحف لتعظيم اليمين عليه هذا أباحه عدد نهل قالوا إذا كان المقصود تعظيم اليمين أنك أنك تعطيه نوع من الهيبة أما أن يعتخل هذا عادف فلا المصحف ما يجوز الواحد يقول مثلا والمصحف أني فعلت كذا يحلف بالمصحف اللي هو يعني يحتوي على ورق وحبر وكذا إنما يحلف بالقرآن القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى كقوله وكلام الله ونحوه القرآن له آداب في تلاوته يعني ما وريد أنه يطيل في الكلام عنها مثل تحسين الصوت الإخلاص السواك قبله ترتيل المواظبة عليه ونحو ذلك من الآداب أول ما أنزل من القرآن قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وآخر آية نزلت آخر آية أيش اليوم نزلت من أواخر الآيات لكن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون شف يعني ختم الله تعالى بهذه الآية يذكرك بالآخرة بدأ بإقرأ وانتهى بي التذكير بلقائه سبحانه وتعالى اللحن في القرآن ينقسم إلى قسمين منه لحن جلي ولحن خفي لكن عاد نخشى أن نطير عليكم بتوضيحه القرآن لا يجوز أن تتكلم بالقرآن برأيك وحد يقرأ ويقول والله أنا رأيي إنها الآية معناها كذلك ما يجوز بل القرآن ارجع إلى كلامها العلم هذا يحتاج أنك تهرف تفسير القرآن بعضه ببعض تفسير القرآن بالحديث معرفة اللغة العربية ونحو ذلك هذا لا بد أن يعرفه الإنسان قراءة القرآن والإنسان مستجع جائز وهو جارس وهو ماشي هذا جائز إذا تثائب القارئ أمسك حتى ينتهي من تثائبه جائزة قلوه الذين آمنوا هدى وشفاء والرقية للكافر بالقرآن جائزة لو عندك مثلا سائق غير مسلم أو خادمة غير مسلمة مثلا أو زميل في العمل واشتكى ضيقا أو صداعا أو كذا فوضعت يدك على رأسه وقرأت عليه الفاتحة هذا جائز حتى لو كان كافر الدليل على ذلك أختم به أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فمروا بقوم من العرب وكان هالعرب مشركين والصحابة انتهى طعامهم تمروا ما انتهى فاستقروهم قالوا طيب ممكن ضيفونا فلم يقروهم قالوا لا ما نعطيكم شيء فذهبوا الصحابة وجلسوا جائعين على جنب فلدغ سيد القوم القوم البخل هؤلاء لدغ سيدهم عقرب أو حية فجاءوا وقالوا للصحابة إن سيد القوم لديغ هل فيكم من راق قال أبو سعيد أنا لكن والله ما أرقيه إلا بقطيع من الغنم أنتم ما تستهلون من يحزن إليكم تعطوني قطيع غنم هم شاءت ولا شاءتين قطيع ولا خلوه يموت فقالوا تعال يقول فجئت وقرأت عليه سورة الفاتحة وأخذت أنفث عليه فقام ليس به بس انتفع به القراءة فأعطوه ما وعدوه ثم مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأباح النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم فقراءته حتى في الرقية على غير المسلم هذا جاهز أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم اجعل القرآن مصاحباً لنا في الخلوة إذا وحشنا المكان اللهم اجعله مثقلاً لموازيننا إذا لقيناك اللهم اجعله شافعاً لنا مشفعاً يوم القيامة اللهم اجعله ممن يرفعه القرآن وينفعه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يتقنون القرآن ويحفظونه ويجمعونه في صدورهم واجعل أبناءنا وذرياتنا من حفظة القرآن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم وصلح أحوال جميع بلدان المسلمين اللهم كل أهلنا في حلب اللهم كل أهلنا في بلاد الشام اللهم مكن للحق وأهله يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم الخير وأمدهم بمدد من عندك واجمع كلمتهم يا حيو يا قيوم اللهم كل أهلنا في بلاد اليمن اللهم انصر جنودنا هناك اللهم صب على أهل اليمن الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان واجمعهم على الخير والهدى يا رب العالمين وكل أهلنا المستضعفين في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين الله يزال شكرا